كثيرة هي الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون زمن الحروب والأزمات في سلب فاضح لحقوق الإنسان عبر الاعتقال والاحتجاز التعسفي لفترات مطولة بعيدا عن أي محاكمة عادلة وفي اختراق لخصوصيات الأفراد وانتهاك لحرمة المساكن وإساءة استخدام للقوة وإفراط في استخدامها إلى جانب فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين وعوائلهم لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية محاولة الإساءة للأشخاص كنوع من الانتقام بإخفائهم قصرية وتعريضهم للإيذاء البدني والنفسي سواء كان ذلك على يد أجهزة الدولة الرسمية أو الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون أمر يحتاج إلى التذكير بأن كرامة الأسير أو المختطف أو من أخفي قصرا هي من كرامة آسره وينبغي صون تلك الكرامة طبقا للاتفاقات الدولية التي تفرض حماية المدنيين وعدم الإساءة إلى النازحين والمهاجرين أو احتجازهم أو استخدام القوة المفرطة ضدهم عمليات الاعتقال غير المشروعة وإجبار الأشخاص على الإدلاء باعترافات غير حقيقية وإظهار صورهم إعلاميا وهم يتعرضون للإهانة أو الإدلال أو استخدامهم في أعمال السخرة وتعريضهم للتعذيب والمعاملة أو المعاقبة غير الإنسانية أو المشينة وإخضاعهم لظروف قاسية مهددة للحياة في مرافق الاحتجاز أو السجون كل ذلك يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية والقوانين الوضعية ولذلك فقد رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القصري كما قررت أن تعلن الثلاثين من أغسطس كل عام يوما دوليا لضحايا الإخفاء القصري يحتفل به اعتبارا من عام 2011